اكتشافات الأثرية الهامة الكشف عن إرم ذات العماد في أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي يعتبر شهادة صدق للقرآن الكريم مدينة ثمانية الأضلاع مقام على جوانبها ثمانية أبراج هم من نسل الذين نجوا مع نوح عليه السلام أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسوله وبتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مستمعين ومشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحد الاقتشافات الأثرية الهامة الكشف عن إرم ذات العماد وذلك لأن اليهود والنصارى لا يعرفون سيدنا يهود عليه السلام ولا ذكر له في كتبهم والكشف عن هذه الآثار في أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي يعني في منطقة الأحقاف كما سمى القرآن الكريم يعتبر شهادة صدق للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسوله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذات العلية في نفس لغة وحية اللغة العربية وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين لأنه كلام الله الخالق وشاهدا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة وقلنا هذا الكشف بدأ الإشعار به أو العلم به في أول التسعينات من القرن العشرين وعبر مصبار له جهاز رادار له قدرة للغوص في الطربة العمق حوالي عشرة أمطار وأن هذا المصبار صور في الجزء الجنوب الشرقي من الربع الخالي عدة طرق تلتقي كلها حول بقعة محددة فمرروا مصبارا آخر له قدرة اختيار أكبر فصور عدد البحيرات كثير جدا والأنهار متدفقة بعضها يتحرك من الغرب إلى الشرق وبعضها من الجنوب إلى الشمال وأن هذا كله يلتقي حول بقعة محددة فأدركوا أن هذه البقعة لابد أن يكون لها أهمية خاصة بالنزول إلى الأرض بعد انتهاء حرب العراق في منتصف التسعينات كشفوا عن إرم ذات العماد التي جاء ذكرها في القرآن الكريم على أنها كانت سكن خوم هود على نبينا وعليه من الله السلام وقلنا في الحلقة الماضية أن هود هو من نسل نوح عليه السلام ولا نعرف أنبياء بين نوح وهود عليه السلام ولكن القرآن أشار إلى نوح كما أشار إلى هود وأشار إلى صالح عليهم جميعا من الله السلام وقلنا أن هذا الكشف يعني أدى إلى مدينة ثمانية الأضلاع مقام على جوانبها ثمانية أبراج وهذه الأبراج قائمة على عمدة قطر العمود أكثر من ثلاثة أمتار وتعتبر المدينة يعني عجوبة في وصفها وفي ضخامة جدرانها وأبنياتها بشكل عام والقرآن يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقلنا أن هذا الكشف يعني حقيقة يؤكد لكل ذي عقل بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأن من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم في بيئة مكة التي كانت بيئة بدائية أن يعلم عن سيدنا هود عليه السلام وعن قومه يعني قوم عاد لو لم يكن ذلك بيانا من رب العالمين ولأكمل هذه القضية أقول أنه تم الكشف عن أجساد بعض البشر الذين عصب بهم في هذه العاصفة الرملية الشديدة التي قضت على قوم عاد بعد تنقرهم لسيدنا هود عليه السلام وهذه الأجساد تبلغ من الضخامة ما لا يتخيله العقل البشري في هذه الأيام بعض الهياكل يصل طلوها إلى أكثر من 6-7 أمتار بعض الجماجم يصل قطرها إلى أكثر من نصف متر إلى 3-4 متر ووجدوا كم من هائلا من هذه الآثار التي عصف بها في الثورة الرملية الهائجة التي عصبت بقوم عاد وأتوقفون لأذكر إشارة قرآنية جميلة جاءت في صورة الأعراف يقول فيها ربنا تبارك وتعالى موجها الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بقوم عاد وكيف أنهم كانوا عمالقة في إعسادهم وكانوا ذوي قوة كبيرة وأنهم بالرغم من أنهم كانوا لا يزالون يحملون ذكرى الطوفان الذي قضى على كنفارقه من نوح وأنهم كانوا من بقايا الذين نجوا مع نوح عليه السلام إلا أنهم تمردوا على نبيهم سيد نهود عليه السلام وتنكروا للوحي الذي جاءه وذلك القرآن يخطبهم قائلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ولا بد أن نتوقف عند هذه اللمحة القرآنية المعجزة وزادكم في الخلق بسطة ويقول القرآن الكريم في مقام آخر بصورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم وعذاب يوم عظيم ومن عجيب الأمر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حريث عجيب يؤكد على هذه الحقيقة يقول فيها صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى آدم على صورته على يعني صورة آدم صورته الآدمية طوله ستون ذراعا ويقبل الحريث بقوله الشريف فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام فلم يزل الخلق ينقصه بعد حتى الآن فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقصه بعد حتى الآن ويقول أبو هريرة مرفوعا عن أول زمراء من البشر تدخل الجنة أنهم يكونون على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وأعمارهم جميعا ثلاثة وثلاثين سنة هذه الإشارات كلها مما يؤكد على أن حتى الكتوف الأثرية والكتوف التاريخية كلها يقف جنبا إلى جنب مع ما جاء في كتب الله وجاء على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن أحد من البشر يتخيل أنه مر بالبشرية فترة كانت أجسادهم بهذه الضخامة التي سجلها القرآن الكريم وسجلتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القرآن قلنا أنه لم يذكر كل الأنبياء يعني ذكر أحد من الأنبياء والقرآن يعني ككتب هداية البشرية يختار من تاريخ البشرية ما يناسب الناس في البعثة الأخيرة التي بحث بها محمد صلى الله عليه وسلم يعني أولا العهد القديم الموجود بين أيدي اليهود اليوم وأيدي النصارى أيضا ليس هو التوراة هو كشكول مجمع فيه ذكريات عن التوراة عن الزبور عن بعض الكتابات القديمة يعني ليس هو التوراة يعني التوراة كتاب مقدس وكل ما فيها محترم على الرأس لأنه كلام رب العالمين وكذلك الإنجيل فالعهد الجديد ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى إلى عيسى عليه السلام فأنا لا أقول ذلك والذي ذكرته في الحلقة الماضية أن اليهود كانوا يعيبون على القرآن الكريم أنه يذكر قوم عاد وهم لا يعرفون شيئا عن قوم عاد وعندما تم الكشف عن قوم عاد طلعوا علينا برواية أن عندهم نبي اسمه إيبر وأن هذا إيبر ويبدو أنه هو عاد عليه السلام ولذلك من فجرهم أنهم سموا إرم باسم أوبار نسبة لإيبر هذا ولذلك قلت في الحلقة الماضية يجب على المسلمين أن يحضروا من حجمة اليهود على كل أثر تاريخي يكشف في المنطقة العربية لأنهم يعني يتقنون تجييره لصالح إدعاءاته بالباطلة أنهم أصحاب هذه المنطقة وأنهم ورثتها إلى قياب الساعة طبعاً الذي نكشفه ليسوا يسلمين الذي نكشفه عن هذه الآثار والأمريكان يعني أرانكو في أثناء بحثه عن الغاز في الربع الخالي يعني مرت بالكشف عن هذه البحيرات العديدة والأنهار المتدفقة والحياة الحيوانية والنباتية الزاهرة في منطقة تعتبر الآن من أكثر مناطق الأرض خحولة وجفافة فهم ليسوا مسلمين ولم يكونوا يبحثوا عن إيران بقصد التأكيد على ما جاء في القرآن الكريم لهم لا يعرفون ذلك وأقول أن أقيمة هذا الكشف والله يا أخي الكريم يعني يصبح ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه يعني هذه أمة عاشت في فترة زمنية قديمة يعني ما بين عشرة ألاف وخمسة ألاف سنة قبل الآن يعني لا يعرف المورخون عنها جيئا ولا يعرف الأثريون عنها جيئا وإن كان هناك مدينة سورية في شمال حما اسمها إبلا يعني هذه المدينة تم الكشف فيها في مكتبتها عن أكثر من عشرين ألف قال ابن الطوب الني مكتوب عليها تاريخ المنطقة وجاء فيها ذكر إيرم ذات العماد وجاء فيها ذكر هود عليه السلام وصالح عليه السلام يعني بالرغم من ذلك يعني الذين خاموا بالنشر عن هذا الكشف مصرين أن يسموا المدينة أوبار نسبة لنبيين يدعونه اسمه إيبر ويقولون لعل إيبر هو هود عليه السلام فأقول على المسلمين أن يستيقظوا لمثل هذه الأعمال لأن كل كشف أثري في المنطقة العربية يعني قفز إليه يعني اليهود والنصارى وزيفوا هذا التاريخ تزيفا كاملا لأنه يعز الإسلام ويعز القرآن ويعز النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الصور ممكن تزيفها بمنتاز سهولة لكن هذه الحقائق تكلمت عنها يعني تقارير أرامكو وهي الشركة صاحبة اليد الطولة في الكشف في هذه المنطقة بإمكاناتها الهائلة ومحاولة التكذيب أو التشويه يعني للتقليل من هذا الكشف لمحوة هذه الصورة الرائعة التي يشهد بهذا الكشف على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو طبعا من غريب الأمر أن الهيئة القائمة على الكشف في هذه المنطقة يتكتمون أخبارها تماما يعني هم يعملون في المنطقة من التسعينات يعني من أوائل التسعينات من قرن العشرين ويتكتبون الأخبار يعني تنشر قطرة بعد قطرة في مجلة أرامكو في بعض المجلات الأمريكية زي نشعل جيوغرافيك يعني يشرون أخبار مؤجزة جدا ولا يعطون زبدة لهذا الكشف ولذلك أنا أقول كان لابد أن يكون مع هؤلاء يعني بعض علماء الإسلام الذين يحسنون تفسير هذه القضايا وشرحها عن ما يقوم به الأمريكان العبرة واضحة جدا أن هؤلاء قوم يعني سمعوا من أسلافهم عن عقاب قوم نوح وهم من نسل الذين نجوا مع نوح عليه السلام ونوح عليه السلام نجى بمن آمن معه إلى مكة المكرمة ثم انتشروا من مكة إلى منطقة الأحقاف وكانت في زمانهم منطقة غدية جدا بالمياه والزراعة والحياة الحيوانية والنباتية فعاشوا يعني عيشها سعيدة للغاية ثم جاء الشيطان ويعني عبث بأدمغتهم فكفروا بما كانوا يؤمنون به يعني أحفادهم كفروا بما كانوا يؤمنون به وانحرفوا عن الإمان بالله وأشركوا بالله وعبدوا الأصلام والأوثان كما فعل أسلافهم القدامة وبعث الله تعالى لهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم لنفس الدعوة التي دعا بها نوح عليه السلام ودعا بها كل الأنبياء أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يستجيبوا له وطبعا عندما لم يستجيبوا الله منع عنهم المطر لفترة فبعثوا وفدا منهم إلى مكة المكرمة وانظروا إلى يعني التناقض الشديد في السلوك بعثوا وفدا إلى مكة يصلوا صلاة الاستدخاء وهم في عودته امرأهم ريح عاصفة تهب على المنطقة فقالوا ريح الممطلون يعني وإذا هو العذاب الذي أنزله الله تعالى بهم ولذلك أغلب الأجساد التي وجدت وجدت متناثرة في الرمان لم توجد نسم في قبور يعني مهيئة لذلك لكن بقى يقوم متناثرة في الرمان وهذا الكشف طبعا بيؤكد لكل ذي عقل أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة مشرية والله أنا كتبت كتاب من جزئين بعنوان من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم وتعرضت لقصص الأنبياء يعني من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبرك على الجميع ويعني أعتقد أن هناك كتابات كثيرة في هذا المجال قد تختلف عن النهج الذي اتخذته لنفسي ولكن لأن يكتبوا عن التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي بعضهم يعني ذكر هذه القضايا بشيء على الأقل من التلميح والإشارة وليس بالإفاظة والتفصيل شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخلق الأول يعني شديد البناء الجسدي حتى يستطيع أن يقاوم الظروف الصعبة التي بدأتها هذه الأجيال القديمة من آدم عليه السلام إلى هود عليه السلام وبدأ ضخامة الأجساد هذه في التناقص حتى وصلت إلى أبعادنا الحالية وقد تستمر إلى من هم قادمون بعدنا إن شاء الله تعالى ولكن من كرم الله وفضله أن كل من يدخل الجنة سيكون على هيئة أبيه آدم عليه السلام ستون ذراعا في السماء لا هي لم تخفى هو طبعا النتيجة للعقاب الذي تعرض له قوم عاد كان عقابا بالرمال يعني رياح عاصفة تحمل كميات هائلة من الرمال طمرتهم طمرا كاملا والله تعالى يعلم بعلمه القديم أن هذه الآفار ستكتشف في يوم من الأيام وتكون درس وعبرة لكل من يراها أو يقرأ عنها هم طبعا حملت لهم أخبار هذه الأمة أنها كانت أمة موكنة في الأرض وأنها كان لديها ثروات طبيعية هائلة وكانت تصدر للعالم من خيرات هذه المنطقة التي أصبحت لا يسكنها إنسان في أيامنا هذه وجعلها ربنا درسا وعبرة يعني للناس الذين يخالفون أوامر رب العالمين سيكون مصير أم مصير قوم عاد أو قوم نوح أو قوم ثمود وغيرهم من الأمم التي عقبت لكفر يا بالله كل يوم هناك اشفاد جديدة في القرآن الكريم ولكن كما أشرت لا يجوز للعرب وللمسلمين أن يتركوا آفارهم في أيدي الغرباء فعاد وثمود وقوم منوح كانوا أم أم عربية وآفارهم مكتوبة باللغة العربية وبالرغم من أن يعني إبلا هذه في شمال حلب في سوريا الشقيقة الذي رب يرفع عنها وعنا ما فيها من ظروف صعبة يعني إبلا فيها عشرين ألف قالب من الطين مكتوبة عليها تاريخ إرم ذات العماد ويأتي المكتشفون الآن يسمون المدينة باسم أوبار أوبار جاءت عندهم نبي اسمه إيبر فسموا المدينة أوبار هذا نوع من التزييف الذي تعرضت له الآفار الإسلامية والعربية بصفة عامة في منطقتنا هذه لأن طرقنا آفارنا ينقب عنها ويدون عنها ويكتب عنها غير العرب وغير المسلمين نحن أمة متخلفة الآن لكن لم نكن كذلك في تاريخنا القديم الحضارة الإسلامية كانت أطول وأكمل حضارة في تاريخ البشرية وهي النبع الذي استقط منه الحضارة المعاصرة كل معرفها العلمية والتقنية بدون مبالغة وقرأوا للمنصفين من كتاب التاريخ من الأوروبيين وما يشهدون بذلك منتالي الوضوح الرسالة أقول يعني على المسلمين أن يعتزوا بكل كشف يعني علمي أو أثري يكشف عنه في كتاب الله أو في سنة رسولي صلى الله عليه وسلم ويوظف ذلك ورقة دعوة للإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه ولا زمن الذي يتعرض فيه الإسلام لحملة من التشويه والتغريب والبعد على الأصول لا يعلم مخاطرها إلى رب العالمين